صدر اليوم قرار تشكيل لجنة التصاوض مع صندوق النقد الدولي والتي تألفت من نائب رئيس مجلس الوزراء السعادة الشامي وزير المال يوسف الخليل وزير الاقتصاد أمين سلام وحاكم مصر في لبنان رياض سليمي إضافة إلى عدد من الخبراء وللإضاءة على هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الخبير الاقتصادي والمستشار السابق للبنك الدولي البروفيسور روك أنتوان مهنة بروفيسور مصر الخير أهلا وسهلا فيك مصر نور اليوم نحن مم تحدي جديد يعني وهو يمكن التحدي الأكبر لهذه الحكومة برأيك اليوم هذه اللجنة مركزيا عمليا ما هو الدور المطلوب منها بداية في بداية هذا التفاوض نحن مثل ما نعرف أن حبل النجاة الوحيد اليوم هو مفتاحه هو الدخول على المفاوضات مع صندوق النقد شغلة أساسية الخبرات مهمة بدنا أهل اقتصاص وخبرات يقدروا يحكوا لغة صندوق النقد تنقدم التفاوض بشكل يعرف خصوصية لبنان لأنه وصفة واحدة ما بتمشي بكل دولة فيه شروط وعناوين كبيرة منعرفها شروط تقشفية شروط غير شعبوية بدنا ننتبه ولكن هذا ما صار ولا بد منه بدنا ننتبه تيدوه هالموضوع بموضوع تقني وعلمي يمكن فيه عشخاص عندهم كم واحد واحدة واثنين ما أي يمكن فيه توازنات سياسية برأيك أكيد لأنه أكيد متما بنعرف أنه فيه باللجنة بدهم ولكن الأهم من هاللجنة اللي راحت بالتفاوض آخر شيء هالإصلاحات اللي بدهم يجوا فيها بدهم يقرى مجلس النواب بيصوت على مجلس النواب بقى هون سؤال يسأل نحن فيتين على سنة انتخابات هالإصلاحات اللي هي مهمة وطال انتظارة ما رح بتكون شعبوية هاليطورة هالنواب رح يقوموا بوجبهم رح يقوموا فيها رح يصوتهم ينتظروا هالمستنقع اللبناني يعني تنفيذ الإصلاحات حتى تصويت عليها بمجلس النواب إذا كانت غير شعبوية بموسم انتخابات هون سؤال يطرح طيب شو التحديات الرئيسية اللي رح توجهها فيه شروط يعني لسندوق النقد الدولة في نظرته تجاه لبنان هلأ كل المجتمع الدولي العين على لبنان انه شو بده يعمل أمام هذه الفرصة خلينا نسميها ذهبية يا لين عطيت لقلو نحن لو نعمل من سنة من بعد ما التعثر صار بأدهار وهذا كان مفروض يصير ويصير تفاوض بواسط صندوق النقد مع الدائنين كنا بغير موضوع وموضوع أحسن بكتير اليوم صارت فترتنا بالانتعاش لا تقول عن عشر سنين إذا مشينا مع صندوق النقد يعني إذا عطانا متوقع عشر سنين ماشيين بسلام وطلق خيبتي وأوضاع ريئة تأخرنا اللي عملنا فيه وقعنا بجورة أكبر بكتير وخسائر أكتر بكتير توزيع الخسائر هذا كمان تحدي مهم بدون يعملوا توزيع الخسائر ويحطوا الدولة اللي هو إذا بدك المزن بالأساسي هي وباقي الأطراف كمان مصرف البناء منها ومصارف ولكن الدولة بالقطة السابقة لأن عملت مع الأزهار الدولة ما كانت حاملة غير ولا عبء اليوم الدولة بحقارات المليار ومئتين مليون متر مربع والمرافق اللي بتدر لها مصاري لازم تتوزع الخسائر بشكل عادل بين الدولة بين مصرف البناء بين المصارف كمانا بزيادة الأسمالة بشكل فرش 20% كمان سؤال يسأل إذا نزيد ولا لأ هيدا تحدي تحدي تحت توزيع الخسائر اثنين تدقيق جنائي وبدايته مصرف البناء واستمرار واستكمال بمؤسسات العامة والرسمية اللي كانت هي مغارة علي بابا وايضا كمانا بدنا ننتبه أنه فيه موضوع أساسي هو الكابيتل كونترول كابيتل كونترول كانت نتيجته أفضل بكتير من سنة اليوم صار مفعولة أقل ولكن لابد أنه ندلل لأنه هؤلاء تحديات بداية بدنا نبلش فيهم وتوحيد سعر الصرف أكيد ضروري نعم معي نص دقيقة هل هناك حبل نجاة آخر يوازي صندوق النقطة الدولة قد يعني يتكأ عليه لبنان بحال ما مش الحال مع صندوق النقطة الدولة الاتفاق سياسي أمريكاني إيراني بيشيل غطى بيجوا أصدقاء الخليجيين وعرب بيضخوا بلبنان سياسيا أيضا واللي هلأ أكيد ما ننه فيه ضوفي لهالسبب حبل النجاة هلأ المتوفر حاليا واللي كمانا بحط علامة تستفعين بسنة انتخابية وتنفيذ الإصلاحات مشروطة فيها تليقدروا يمدوا مساعدات لبنان إذا ما فيه مساعدات من الخارج منا نتفاقل كتير نحن رح نتفاقل بلقاء تاني مع حضرتك بموسع يكون إن شاء الله بوقت كتير قريب الخبير الاقتصادي المستشار السابق للبنك الدولي بروفيسور روك أنتوان مهنم أهلا وسهلا فيك